أحبتي الكرام السلام عليكم كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير ولا خير وبصحة جيدة وأمركم تمام ان شاء الله فيديو جديد وفكرة جديدة لأول مرة غادي نخدمها على اليوتيوب المهم الفكرة كيفما كتلاحظو هي بورتري حجاب غادي نخدمه بتطريز وبلاب بنتير غادي نجمع بين هاد جوج الخدمات وغادي نشوف كيفاش غادي تخرج في الاخير هاد تطريزة المهم ان شاء الله غادي نخدم هاد طريقة يعني مجرد خطوط تطريزية اللي غادي تكون يعني غادي يكون هاي الإطار وان شاء الله الوروض غادي يكونوا بلاب بنتير المهم بالنسبة الواحد الفكرة او الاقتراح حبيت نقترح عليكم انكم ما تديروش الملامح انا هاد خطأ قدرتو فبغيتكم انتم ما مت يعني في الاخير غادي نخدم الخدمة وفي الاخير غادي نحيد الملامح بالنسبة لكم يعني من الول حيدوا الملامح ما تخدموهوش وما ترسموهوش خلووا فقط الإطار يعني رهبين الشكل في النهاية رهبين بانه حجاب ديال بورتري مهم بالنسبة الورود ممكن تخدموهو بالتطريز او لا بلاب بنتيغ او لا يكونوا ورود من التوب يعني باش يكون بومبي يعني يكون خارج على الفولار او لا على الحجاب مهم بالنسبة لهذا الفكرة فكرة يعني جديدة اللي ممكن تبقيها على اللي بوشيت او لا يعني اللي سك خاصة عن ديو توب وممكن تبقيها على جلابها هي فكرة كما قلت لكم فكرة جديدة يعني تخدمو موضي لادخلين ولكن هذه ديال حجاب لحد الان باقي ما تخدمت يعني على الجلاب مهم كانت منها ان شاء الله تعجبكم الفكرة وتحولوا تتبقوها على فكرة يعني ممكن تبقوها في ضرف نص ساعة ما كاملاش يعني سهلة جدا خاصة انها على شكل خطوط بها الطريقة ولكن ممكن تتخدميها على يعني تخدميها بطريقة يعني تطريز يعني يكون الحجاب يكون متضروز يعني ترز كامل يعني كله طرز مشي غير خيوط او لا الورد كذلك ممكن يكون بالطرز كذلك مهم هادي يعني ممكن مجموعة من الافكار او لا ممكن الداخل ديال الحجاب يعني يكون بلابانتي غني تبغي بايلون بغيتي ومن بعد يعني تديري هاد الخطوط يعني من الخارج يكون على يعني يكون بهذا الطريقة هكذا كيكون يعني ديكور جديد مهم بالنسبة للفكرة كي ما قلت لكم اول مرة نطبقها او يعني غال نحاول يعني غال نحاول ما امكان نجيب يعني موضيلات اخرين بهذا الشكل هكذا اه الى عجبتكم الفكرة كتبوها ليه في التعليق او لا يعني اقتراح يكون منكم ان شاء الله يعني فكرة منكم فكرة مني واقتراحات مشتركة ان شاء الله نوصلو يعني الافكار جديدة مهم بالنسبة لل يعني التوب هو اه توب اه توب كريب بهاد اللون الورضي فاتح يعني ممكن تخدمون انتم مشي اللون الاسود يعني ممكن تخدمو باللون يعني وردي غامق باش يكون يعني مقريب الارضي ديال التوب يعني كافكار مقترحة فقط مهم بالنسبة كي ما قلت لكم الملامح حاولوا ما امكان تحيدوهم ما ترسموهم مش اه يعني باش نحيدو من الشبهات يعني كلها واش تقولك اللي كي يقولك يعني تجسيد الروح فيها او لا يعني باش حنا نتجاوزوا هاد الهاد المسألة يعني ديروا يعني الان الاطار فقط يعني الجوانب هاك دايا كي ما كي ما غادي تشوفوه لا في الاخير غادي تشوفو النتيجة يعني غادي نحيد الملامح مهم بالنسبة لتطريزة كي ما قلت لكم ممكن ترزوه حتى بالماكينة آآ يعني يكون ترز آآ يعني كامل يعني اولا آآ يعني تكون كلها ب آآ يعني باش نقولك بالابانتيغ كلها بلابانتيغ مي كوش تطريز آآ المهم اه ممكن تخدمي باللعني بتاريق اللي آآ يعني قدرتي تدخدمي بها اللاباتيغ اللاباتيغ الابتطريز مهم الفكرة هي هذه والرسمة كذلك ره واضحة وسهلة كين الموضيلات كتيرة بهذا الدكور هكذا ان شاء الله غادي نحاول نخدمهم معاكم ان شاء الله نتمنى الفكرة تعجبكم غادي نبقى غاديا بهذه الطريقة يعني تاني نكمل اطار كيف ما كتلاحظوا والمهم كذلك بايت نقول لكم بانه عندي قانات تانية كاحتياطية انه ممكن يوقع اي مشكل قانات الاولى الرسمية ممكن تحتفى باي مشكل سبحان الله المهم بالنسبة يعني اللي عندو قانات الاولى يحاول ما امكان يدير قانات تانية وقانات تالية يعني كاحتياط كاحتياط لان ناس بزاف مشاولهم القانوات دي لهم المهم بالنسبة القانات التانية اسميتها ساو ساو شانيل يعني حاولت ما امكان نخدم فيها كدريك بعض الاعمال الخاصة بيا لان علش يعني حاولت نقدمها للمراجعة اليوتيوب لكن رفضوها ليا جوج مرات علش لانه كنت كندير فيها اخطاء اخطاء لي ما بغيش تقومش تكرروها تنتوما مهم وتاخدوها بعين الاعتبار انكم ما تبقوش يعني تاخدو من اليوتيوب او لمنان جوجل يعني يعني كصور وتحطوهم وتحطو الموسيقى كده فقط يعني تشكلو فيديوهات وتحطوهم في اليوتيوب يعني ما تقبلوش هاد هاد الشكل هكدا يعني كيبغوك يعني تحطي الفيديوهات ديولك خاصين بيك اولتها على الاقل على الاقل مثلا احطي فيديوهات ديال مثلا لصاك او لا يعني يعني الاحدية او لدي الصالونات او لدي الدكورات المهم حاول انتي تهضري تهضري فيهم انما الى درتي غير صور وموسيقى كوني اكيد غاد يرفضو لك القناة لان الفيديوهات غاد يقول لك ما شي شي ديولك هاد الشي اللي وقع اليوم ما بريدكم ش توقعوا فيه مهم حاول ما امكان ديول فيديوهات خاصين بكم مية في المية خاصين بكم انتو ما ام بعد مني غاد يتفعلوا ويعني يقبلوها لك ديك ساعة ممكن تيدير هاد 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 شي اللي قتلكم يعني ممكن تيدير هاد موسيقى معا او لا يعني ار مجرد صور فقط ما تهدري قاع ممكن ديك ساعة يقبلوهم لك كما يقبلوهم لك في القناة التانية المهم هاد يو فكرة بيطكم تخفوها باع الاعتبار كان نكررون اعان تكرر ماحاولوا ما توقعش فالاخطال اللي تنقع فيهم حنيات جل صأناكم يعني اللي بغا الناس الجدال يعني اللي بغاوا يديروا قانوات لي بغاوا يعني إبداءوا يعني يحققوا يعني جoug كومم يحققوا يعني الدتة ديالهم او الوجود ديالهم او الافكار ديالهم يعني خرجوها للناس يعني يحاولوا ما امكان يديرو فيديو يديوهات ديالهم المهم بالنسبة للرسمة أو التطريزة يعني نحاول نخدمها بعض طريقة كما قلت لكم وبخيط يعني اللون الأسود يعني الخيط العادي الخيط العادي اللي كان خيطو بأولا ممكن تخدمي بديل التطريز اللي غادي كون شوية يعني كيبري يعني مهم اللي بغيتي ودبا غادي ندوز لمرحلة الأخرى اللي هي آآ صباعة غادي تكون بفاشن ضوري والوريقات غادي يكونوا بفاشن بلول الأسود ممكن يعني تخدمي عنتي كما خدمت كذلك كما خدمت الحجاب باكدا بالتطريز بالخطوط ممكن تما تخدموا الخطوط تطريزات أو لا يعني تديروا كما قلت لكم سابقا ندرو الورد بالتوب ويكون يعني تكون الرسمة فيها آآ يعني تكون بومبي يعني تكون غفل يكون يعني دك الورد خارج وباين على الفلار يعني ممكن يكون منظر أجمل ممكن نجربوها كذلك وان شاء الله غادي نجرب معكم هذا الدكور اللي قد لكم يعني يكون الغفلي يعني يكون يكون الورد باين وخارج بيكون بالتوب مع تطريزة بحاكدا ولا أرسمة والصباغة باش مكا تنشوف يعني غادي كون بغيون باين مزيان وفي الداخل دي الوريدات غادي نحاول ندير دك هاد الصباغة اللي بلو الأسود نديرها داخل الوريدات باش يكون يعني تكامل أو لتناسق بين بين الرسمة فأكيد غادي هاد رسمة غادي جي اولا تطريزة غادي جي مزيانة فوق جلابها وغادي كون يعني شكل جديد خاص بك على جلابتاك أولا لا كيما قلت لساك دي التوب يعني كيكون بزاف هاد دي كور هاكدا كيجي أجمل وتتكون لمسة خاصة بك يعني كي تكون ديارك يعني الصاك ديارك ممكن تديري اسم الاسم ديارك يعني كداريك بالتطريز في الأسفل مهم هادي فكرة من الأفكار كانت مني إن شاء الله تعجبكم وتحاولوا تطبقوها كيما قلت لكم يعني أنتما شوفوا الملامح حيتهم في الأخير كيما قلت لكم وكان عاود أكد حاولوا ما أمكن تحيدوا الملامح باش نخرجوا من الإطار ديال الشبوهات تقريبا هادي هي الفكرة وهادي هي النتيجة باش مما غادي نشوف هاد فاشن غادي أعتي جمالية أكتر المهم كانت منها دائما تدعموني وتشاركوني بالاقتراحة ديركم والتعليق اللي كان ناخدها دائما معين الاعتبار ومهم ننتظروا الجديد كذلك إن شاء الله غادي يكون فيديوات قديمة وهذه الفكرة والنتيجة الأخيرة وكانت من إن شاء الله ترقكم وإلى فيديو جديد إن شاء الله وشكرا جزيلا لكم